وماذا يمكننا أن نتحدث عن علي؟ وما أستطيع أنا أو غيري أن نتحدث عن علي صلوات الله وسلامه عليه لكنني أقتطف لكم كلاما من كلام علمائنا وشيئا من حديث أئمتنا كلمة جميلة ذكرها السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية يقول ذكر هذا صفحة 142 من الكتاب وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يخاطب القارئ الذي يقرأ الكتاب الدارس الذي يدرس الكتاب وبما علمناك من البيان يعني ما تقدم في الفصول السابقة من الكتاب وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يمكن لك فهم قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين كنت مع الأنبياء باطنا هذا قول علي وكثير منكم يحفظونه كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا فإنه عليه السلام لا زال كلام السيد مستمرا فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية ليس الحديث هنا عن ولاية شريعية وعن ولاية كوينية هذه في درجات متدنية من ولاية علي وآل علي قد لا يعجب البعض هذا الكلام هذا أمر راجع إليه هو حر فيما يرى وأنا حر فيما أرى وللناس فيما يعشقون مذاهبه فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت موطن الشاهد هنا فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء هو علي ومع كل الأشياء معية له معية ومع كل الأشياء له معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر لماذا قال كنت مع الأنبياء باطنا قال كنت مع الأنبياء باطنا لأن الأنبياء هم المظاهر الأسمى في الولاية المظاهر الأرقى فلما كان مع كل الأنبياء مع المظاهر الأرقى من باب الأولى يكون مع المظاهر غير الأرقى لذلك هو قال هو مع كل الأشياء له معية قيومية ظلية إلهية يقول بأن الأمير ذكر الأنبياء لأنهم المرتبة الأعلى فإذا كان له معية قيومية مع المرتبة الأعلى قطعا مع المراتب الأخرى ستكون له تلك المعية القيومية أقرأ كلام مرة ثانية حتى تتضح الصورة فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر